احتلت مملكة البحرين المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤشر جديد لقطاع الأمن الغذائي بحسب تقرير الأمن الغذائي العالمي للربع الثاني من العام الحالي ولفت هذا التقرير إلى أن البحرين من الدول المستمرة في تقديم الحوافز الحكومية في مجال دعم الأغذية الأساسية إضافة إلى الاستفادة من تقنيات التكنولوجيا في الزراعة البديلة يحظى ملف الأمن الغذائي باهتمام كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وبمتابعة مستمرة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما يمثله هذا الملف من أهمية للأجيال الحالية والمستقبلية وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لضمان حصول جميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بشكل مستدام على الأغذية الكافية والآمنة التي تلبي احتياجات المواطنين وتفضيلاتهم الغذائية لأجل حياة نشطة وصحية وعلى هذا الجانب تعمل كل الجهات المعنية المنضوية تحت الاستراتيجية الوطنية جنبا إلى جنب لدعم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وهي قطاعات أساسية في تطوير الأمن الغذائي على المدى الطويل في المملكة بالإضافة إلى ذلك تعمل الحكومة بالتعاون والتنسيق مع الحكومات في المنطقة والأقاليم الأخرى لكل ما من شأنه أن يسهم بتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال ونظير تلك الجهود احتلت مملكة البحرين المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤشر جديد لقطاع الأمن الغذائي بحسب تقرير الأمن الغذائي العالمي للربع الثاني من عام 2022 الجاري واعتمد التقرير على البيانات التي تم جمعها من 171 دولة لغاية الأول من يوليو العام الجاري وتم تصنيف الدول على أربعة معايير وهي الوصول إلى الغذاء ومستوى الجودة ونظام الغذاء ومرونة الاقتصاد في الدولة وحصلت المنامة على المرتبة الثلاثين من بين 171 دولة تظهر الالتزام لضمان الأمن والاكتفاء الغذائي